ومعنا من بيروت الخبير في الشؤون الأمريكية ماريو أبو زيد أهلا بك سيد أبو زيد ومن سيديهاتنا في العاصمة الفرنسية باريس البحث في العلاقات الدولية ميشيل أبو نجم أهلا بك أستاذ ميشيل أبدأ معك سيد ماريو اليوم هذه القراءة في السياسة مع تقدم الوقت يعني ينتظر الأمريكيون ربما هذا الإعلان الرسمي ولكن كيف يمكن قراءة واقع هذه الانتخابات هو يختلف تماما عن تأقر إعلان النتائج في عام 2000 هل نحن أمام واقع سياسي تقرره المحكمة الاتحادية مواجهة في السياسة بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري أم ربما الأيام والنظام الأمريكي سيحسم هذا السجال بسرعة بداية تحية لكم تحية لضيفكم الكريم من فرنسا وتحية للمشاهدين مما لا شك فيه أن هذه الانتخابات لم نشهد لها مثلا في السابق في الولايات المتحدة الأمريكية وكانت جائحة كورونا قد أرخد بظلالها على كافة العملية الانتخابية وبدر موضوع الانكسام الداخلي في الشارع الأمريكي بشكل كبير وحدة الاستقطاب بين الجمهوريين والديمقراطيين وصلت إلى أقصى ما يمكن أن تصل إليه حتى التهديد في حصول بعض من المشاكل في الشارع وتظاهرات كانت تتواجه ما بين الجمهوريين والديمقراطيين وبالتالي مما لا شك فيه أن هذه الانتخابات أرخد بظلالها على هذا الانكسام وشددته وهناك انكسام كبير خاصة مع حدة التنافس الحاصلة ما بين المعسكر الجمهوري والديمقراطي وما بين المرشح جو بايدن والمرشح دونالد ترامب وخاصة مع تقارب النتائج بما لا يتخطى بضعة المئات للألاف من الأصوات وببعض الأحيان لم يتخطى الفوارق حتى هذه اللحظة مئات من الأصوات وبالتالي كل صوت له أهمية في هذه الانتخابات برز حدة الاستقطاب الكبير بين الديمقراطيين والجمهوريين وهو يؤثر بشكل كبير على النتائج التي يمكن إعلانها في هذه الانتخابات خاصة مع تعنت الفريق الجمهوري واتجاهه أكثر فأكثر نحو النزاع القضائي مع بروز الأرقام الأخيرة التي ساهمت بتعزيز حزوز المرشح جو بايدن بالوصول أكثر إلى الرئاسة ولكن دعني أركز على نقطة أساسية تحصل في الوقت الراهن هي الأصوات المبدئية التي يتم تأكيدها في مراكز الفرز وبالتالي هناك قسم كبير من الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر الاقتراع غير المباشر من خلال البريد في الوقت الراهن هي ما زالت مبدئية وهي بحاجة إلى التأكيد وهنا كان الرئيس دونالد ترامب ذكر أكثر من مرة بأن كان هناك عملية لتزوير هذه الأصوات وهناك أشخاص غير مستحقين وليس لديهم الأهلية للتصويت قاموا بهذه العملية وهم يركزون بشكل كبير على هذه الفئة من المقترعين ويمكن في حال صدور قرارات قضائية باستبعاد هؤلاء الأشخاص أو بإثبات عدم أهليتهم للتصويت في بدع من هذه الولايات المتأرجحة المتباقية يمكن أن ينقلب المشهد الانتخابي رأسا على عقب دكتور ميشيل رغم اليوم هذه الفرضية البعيدة هل دخلت الولايات المتحدة وفي مرة ربما نادرة في تاريخها الحديث بين دراما سياسية وقانونية وقد تكون أمنية مع تراجع هذه الاحتمالات نعم هذه الدراما بالفعل هي دراما أمريكية ولكنها دراما على المستوى العالمي لننظر بما تهتم وسائل الإعلام في أنحاء العالم كلها من الصين إلى روسيا إلى أوروبا إلى الشرق الأقصى إلى العالم العربي إلى أفريقيا أمريكا اللاتينية الخبر الأول هو يتناول موضوع الانتخابات وبالتالي فإن هذه الدراما السياسية هي دراما أمريكية ولكن أيضا دراما عالمية هذه نقطة أولى النقطة الثانية علينا أن نلاحظ أن ما تعيشه الولايات المتحدة اليوم ليس شأنا عاديا اليوم هذا المجتمع الأمريكي هو مجتمع منقسم عموديا كما أنه منقسم أفقيا عموديا بمعنى هذا الشرق الكبير بين معسكرين المعسكر الديمقراطي من جهة والمعسكر الجمهوري من جهة أخرى والانقسام الأفقي بمعنى أننا نرى أن الشاطئين الشرقي والغربي للولايات المتحدة الأمريكية هما ديمقراطيين بينما الوسط هو جمهوري بمعنى أن الولايات الريفية بين المزدوجين تصوت تقليديا إلى صالح المرشح الجمهوري وهي اليوم أكثر جمهورية من السابق باستثناء أريزونا التي اكتسبها كما نرى وفق آخر الإحصائيات اكتسبها المرشح الديمقراطي بايدن بشكل نهائي وبفارق كبير يصل تقريبا إلى 30 ألف صوت هذه ملاحظة أولا أتوقف دكتور ميشيل هنا رضا الجمهوريين المحافظين اليوم الذي لم ينله الرئيس دونالد ترامب هو الذي ذهب في هذا الاتجاه للتصويت في الأرياف في المدن الكبرى وحملة الديمقراطيين نعم بالطبع هذا صحيح ولكن علينا أن نضيف أيضا أن الرئيس ترامب إذا خسر الانتخابات ستكون هناك مفارقة رئيسية أعتقد أنها السبب الذي يدفعه إلى القول أن هذه الانتخابات مزورة وأنه تم التلاعب بها وغير ذلك ما هو هذا البرهان؟ هذا البرهان أنه في عهد ترامب نجح الجمهوريون في الاحتفاظ بالكونغرس الأمريكي بأكثرية داخل الكونغرس الأمريكي زادت الأصوات التي حصل عليها ترامب خياسا للعام 2016 بما يقارب ثلاث ملايين أو ربما أكثر من ذلك السياسات التي سنها ترامب والتي سار عليها لن تغير هكذا بسرعة ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن ترامب لم يكن فقط ظاهرة سياسية إنما أصبح له أتباع ومحاذبون وأنصار والسياسات التي تتبعها غير ذلك إذن ترامب كان ضحية كوفيد-19 هذا واضح ما أريد أن أضيفه هو أن اليوم المسار الذي يسلكه الرئيس ترامب من شأنه أن يبعد عنه الجمهوريون يعني نحن سمعنا أول من أمس ابن الرئيس ترامب دونالد جونيور يقول إنه يتعين على قادة الحزب الجمهوري ألا يقف مكتوفي الأيدي بكلام آخر هذا يعني أن كبار سأعود معك إلى هذه النقطة أيضا الأهمة جدا يعني غياب سقور الحزب الجمهوري دكتور ميشيل أستاذ ماريو التأخر في فرز الأصوات يقبله هذا التصويت القياسي كنت أثرت هذه النقطة اليوم هذه القراءة في هذه الولايات التي لم تحسم بعد التي كانت متأرجحة التي تتحول إلى ولايات ديمقراطية وفق النسب والأرقام الأخيرة أيضا هي معضلة داخل الحزب الجمهوري السابق أم متصلة فقط بالحملة الانتخابية إصابة ترامب وفيروس كورونا بشكل رئيسي ألية التصويت التي شجع اعتمادها الحزب الديمقراطي كانت بشكل أساسي عبر البريد وذلك بهدف تجنب ظاهرة كورونا وجائحة كورونا أما الحزب الجمهوري خلال الحملة الانتخابية وكما رأينا المرشح دونالد ترامب قام بشكل كبير بدفع الجمهوريين إلى عدم التصويت عبر اعتماد ألية الاقتراع عبر البريد بل بالذهاب إلى التصويت المباشر وقد رأينا كثافة التصويت الجمهوري يوم الانتخابات بشكل كبير جدا وبالتالي مسألة الاقتراع عبر البريد والتي اليوم تؤدي إلى عمليا تأخير فرز الأصوات عمليا رأينا بأنها أرخت بظلالها على نتيجة هذه الانتخابات وهي تدفع إلى التأخر أكثر فأكثر ولكن ذلك ليس بمؤشر على تراجع الجمهوريين بشكل عضوي داخل بعض الولايات أو حتى قدرة الديمقراطيين على قلب هذه الولايات خاصة متأرجحة لجعلها ولايات ديمقراطية بل ذلك أكثر منه تكتيكا اعتمدته هذه الحملة نجح مع الديمقراطيين لكنه لم ينجح مع الجمهوريين حتى هذه اللحظة فكما تبرز جميع عمليات الفرز التي تحصل في هذه الأثناء نرى بأن الأكثرية المطلقة تكون للديمقراطيين من خلال عمليات فرز البطاقات الاقتراع التي تم الإدلاء بها عبر البريد وليس للجمهوريين من هنا هذا التكتيك الانتخابي كان له برأيي الأثر الأكبر في الوقت الراهن على عملية الفرز ونحن نشهد أكثر فأكثر ملء الفجوة التي كانت حاصلة في بعض الولايات ما بين حملة الرئيس دونالد ترامب وحملة بايدن وتخطط حتى في بعض الأحيان عاد بايدن إلى كسب هذه الولايات بأرقام كبيرة كما نرى في الوقت الراهن دكتور بيشيل يعني كسب بايدن هذه الأرقام الكبيرة ما تحدث عنها أيضا السيد ماريو يقابله يعني عند الضفة الجمهورية أشبه بتكتل للسقور الحزب الجمهوري في مواجهة بدأت منذ مطلع هذا العام منذ الانتخابات أيضا داخل الحزب هل يعني لم ينجح اليوم ترامب في تجربة جمهورية صرف مع تخلي يعني كبار الأسماء في الحزب نعم بداية علينا أن نقول إن الرئيس ترامب لم ينتظر حصول هذه الانتخابات ليشكك بها مسبقا نحن نذكر هنا أنه قبل عدة أسابيع قال إنه إذا لم ينجح في هذه الانتخابات فإنها ستكون مزورة بكلام آخر يقول ترامب إنني المرشح الفائز بشكل طبيعي الطبيع وبالتالي أي نتيجة أخرى هي نتيجة مزيفة نتيجة مزورة وبالتالي يتعين التخلي عنها هذه ملاحظة أساسية لنفهم كيفية تفكير ترامب الذي كما ذكرنا قبل قليل لي أنه لا يفهم كيف من جهة الجمهوريون يتقدمون ويحافظون على الأكثرية في مجلس الشيوخ يتقدمون أيضا في مجلس النواب هناك أصوات إضافية بالملايين إن صبت على اللوائح الجمهورية بينما هو يخسر هذه الانتخابات هذه الملاحظة أساسية ولكن علينا أن نعود إلى ما أعتبره مسئولية تاريخية لقادة الحزب الجمهوري بالطبع هناك عدة شخصيات سمعناها في اليومين الأخيرين وقفت إلى جانب ترامب ولكن هناك شخصيات أخرى ابتعدت عنه لماذا؟ لأن الاستمرار في المسيرة هذه المسيرة هذه التعبئة أولا المسيرة القانونية من جهة والتعبئة الشعبية من جهة أخرى وهما المساران الذين يسلكهما الرئيس ترامب من جهة قانونية هناك مئات الدعاوة التي تقدم ويتقدم بها محامو الجيش من المحامين الذي ألفه وشكله ترامب للدفاع عن وجهة نظره وعلينا أن نشير أيضا إلى أن الحملة الجمهورية طلبت من المحازبين الجمهوريين بأن يساهموا ماليا في كنفة هذه الدعاوة القانونية ما هو الغرض النهائي؟ الغرض النهائي هو الوصول إلى المحكمة العليا المحكمة فدرالية العليا سأعود اليوم إلى هذا التشكيك موقف ترامب ما هو قرار المحكمة العليا؟ قرار أيضا حكام الولايات اسمح لي أستاذ ماريو ودكتور ميشيل سأعود إليكم في هذا الحوار وهذه النقاط بطبيعة الحال كيف تفاعل الجمهوريون مع تشكيك الرئيس ترامب بنزاهة الانتخابات؟ أثارت اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن شبهات تزوير الانتخابات الرئاسية ردود فعل متباينة داخل حزبه بعض الجمهوريين أيدوا موقف ترامب ومن بينهم زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفين مكارتي وأعلن الأخير أن ترامب فاز في هذه الانتخابات وقال رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ لانزي جراهم إنه مستعد للتبرع بخمسمائة ألف دولار لجهود ترامب القانونية في ولايات عدة في المقابل أكد عضو القيادة الجمهورية السناتور روي بلانت أنه في مرحلة ما سيضطر البيت الأبيض لإحالة مزاعمه إلى المحكمة وتقديم أدلة وقال السناتور ميت ترامني أن التشكيك بنزاهة الانتخابات يضر بقضية الحرية في الولايات المتحدة والعالم وأعرب عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا بات تومي عن انزعاجه من خطاب الرئيس وقال إن مزاعم ترامب خطيرة وتفتقد للدليل وحفظ زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ ميتش مكانيل على مواقف متوازنة وأكد أن كل اقتراع قانوني يجب أن يحتسب وكل ورقة غير مشروعة يجب أن تحسم أما غالبية النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون فنأوا بأنفسهم عن القضية قدمت حملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية رئيسونال ترامب سلسلة تعود قانونية على نتائج الانتخابات لعدد من الولايات والتي تقدم فيها منافسه الديمقراطي جو بايدن حملة ترامب شككت في تقدم بايدن مشيرة إلى وجود ما وصفته بالتلعب مع تقدم المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن يقرر منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب أن يسلك طريق القضاء في محاولة لتغيير النتائج الحالية إذ استدعى ترامب فريقا من الخبراء القانونيين لتكثيف الطعون القانونية في نتائج عدد من الولايات الحاسمة في مقدمة هذه الولايات بنسلفينيا فقد قدم الحزب الجمهوري طالبا إلى المحكمة العليا لوقف احتساب أوراق الاختراع التي وصلت بعد يوم الانتخابات وعدم احتسابها لكن المحكمة ترى أن الالتماس لم يوفر أي دليل على ذلك الأمر الذي دفع المحكمة لعدم قبول القضية في نيفادا رفعت حملة ترامب دعوة قضائية تطالب بإيقاف عد الأصوات في الولاية بسبب ما خاوف بشأن تكنولوجيا مطابقة التوقيع وقال مراقب الانتخابات من الجمهوريين إنه لم يسمح لهم بمشاهدة بطاقات الاقتراع التي تتم معالجتها عن كثب وهو الاتهام الذي قال القضاء أيضا إنه بلا دليل أما في جورجيا فقد رفض قاضي في مقاطعة تشاتام طلب حملة ترامب بإلغاء 53 بطاقة اقتراع قال مراقب اقتراع في الحزب الجمهوري إنها وصلت بعد إغلاق الصناديق وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مراقب الاقتراع لم يقدم أي دليل على اتهامته وفي ميشيغان رفض قاضي في المحكمة طلب حملة ترامب بوقف فرز الأصوات في الولاية وقالت المحكمة إن الرفض جاء بسبب أن القضية لم تكن منطقية نظرا لأن بطاقات الاقتراع في ميشيغان قد تم عدها بالكامل حين تم رفع القضية بالانتقال إلى أريزونا فقد قدمت حملة ترامب دعوة قضائية لإلغاء عدد كبير من بطاقات الاقتراع لأن الناخبين استخدموا أقلاما ربما تسمح للقائمين بعمليات الفرز بتغيير خيارتها لكن المحكمة قالت إنه لا يوجد دليل على أن استخدام مثل هذا النوع من الأقلام يسبب مشكلات في مسح أوراق الاقتراع الأصوات تأخرت في بعض الولايات تلك التي لديها اقتراع بريدي ففي فلوريدا القانون يسمح بعد الأصوات التي أرسلت عبر البريد قبل يوم الانتخابات لكن في بنسلفينيا إدارة ترامب قاضة الولاية بخصوص عدم عد الأصوات البريدية قبيل الموعد وبالتالي كان عليهم الانتظار حتى يوم الانتخابات ونحن توقعنا ذلك العملية تأخذ وقتها الطبيعي كل صوت أدري به بشكل قانوني يجب أن يحتسب حتى تكون إرادة الشعب الأمريكي واضحة أنا واثق من المدعين العامين في الولايات المتأرجحة يأخذون حذرهم ويقومون بكل ما يلزم للوصول إلى النتيجة الانتخابات تمت بشكل جيد جدا كان هناك القليل من الأحداث التي تتعلق بتهديدات لمن يدري بصوته من قبل بعض الخارجين عن القانون الأمريكيون كانوا يتطلعون إلى انتخابات سلمية وقد حصلوا عليها أعتقد أن كل صوت يجب أن يتم إحصائه ولا ينبغي أن نقف العد حتى تعد أصوات كل المواطنين لأن هذا هو القانون بلين نظام الفيدرالي تقوده ولايات وهذا يأخذ وقت وفي العادة الولايات لا توثق نتائج الانتخابات قبل الخامس عشر من ديسمبر أنا سعيد بكيفية سير الأمور أنا سعاطفيون لأنهم يؤمنون بنظريات مختلفة وهذا أمر عادي طالما أنه يأتي بشكل سلمي وتشير النتائج التي تم إعلانها حتى الآن في انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي إلى أن الجمهوريين في طريقهم للمحافظة على أغلبية مقاعد المجلس مقابل الديمقراطيين يأتي ذلك على الرغم من حصول كل حزب على 48 مقعدا حيث يتبقى فقط أربعة مقاعد لم تحسن بعد لكنها تشهد في معظمها تقدما لمرشح الحزب الجمهورية وعلى وقع هذا استجال السياسي يستمر فرز الأصوات تحول إلى ميشلة لنطابع معها آخر التطورات في الولايات المتأخرة في حسم هذه النتائج المرتقبة ميشلة يعني بعد أربع أيام على إغلاق صناديق الاقتراع لا تزال الولايات المتحدة والعالم بأسره يترقبان النتائج النهائية اليوم وبعد فرز عدد لا بأس به من الأصوات كانت تقدم بطيئا خلال ساعات اليوم بإعلان بعض الأرقام يمكن القول أن بايدن لا يزال بحاجة إلى بنسلفينيا كي يحسم السباق أو اثنتين من الولايات المتبقية الثلاث نتحدثون عن جورجيا نيفادا وأريزونا قد تكون طبعا بنسلفينيا الولاية مشاهدين التي ستحسم هذا السباق المحموم حتى الساعة يتسع الفارق لصالح جو بايدن بأكثر من 28 ألف صوت وذلك بعد فرز 99% من الأصوات يتجر الإشارة هنا إلا أنه قبل أربع سنوات الرئيس ترامب كان أول مرشح جمهوري يفوز ولو بها مش ضيق في هذه الولاية منذ عام 1988 يعني اليوم إذا حسمت نتائج هذه الولاية والتي بحوزتها عشرون مقعدا في المجمع الانتخابي فستقدم جائزة كبيرة للجو بايدن وتصله بشكل مباشر إلى البيت الأبيض تجدر الإشارة إلى أن تطور مهم حصل خلال الساعات الماضية قد يعني يعطي بادرة أمل أيضا لرئيس ترامب في هذه الولاية هو قرار المحكمة العليا بمعالجة البطاقات التي وصلت بعد يوم من الانتخابات على حدة أي بشكل منفصل طبعا نراقب كيف ستتطور الأمور في هذه الولاية بينما مع مرور الوقت فرص الرئيس دونالد ترامب تتضاءل وهو بحاجة لكي يفوز بكل الولايات المتوقية بين بينسلفينيا جورجيا ونيفادا وأريزونا سنذهب قليلا إلى جورجيا مشاهدين هذه الولاية التي كانت خلال يعني اعتبارا من يوم أمس كانت جمهورية أو حمراء بايدن تقدم خلال ساعات فقط بفارق حتى الساعة 7000 أو أكثر من 7000 صوت فمع استمرار الهامش بأقل من 1% بفرق الأصوات بين الجانبين سيناريو إعادة فرز الأصوات لا يزال مطروحا بقوة حتى الساعة في هذه الولاية المهمة جدا بالنسبة لكل المرشحين فإذا فاز جو بايدن في هذه الولاية يعني سيكون أول رئيس ديمقراطية يفوز فيها منذ 28 عاما وبالتحديد نتحدث هنا عن عام 92 سنذهب إلى نيفادا والتي بحوزاتها 6 مقاعد في المجمع الانتخابي نيفادا فيها طبعا تقدم لبايدن أكثر من 22 ألف صوت تشهد هذه الولاية تأخر في عمليات الفرز بسبب مشاكل لوجستية عدة تبعناها وفي حتى يعني دعاوة قضائية عدة تقدمت بها حملة الرئيس دونالد ترامب ولازمنا بمتابعة تحديدا لما يجري في مقاطعة كلارك والتي أحدثت هذا الفارق الكبير وتجد الإشارة إلى أن جدلا كبيرا في نيفادا نتحدث عن خروق عدة تحدثت عنها حملة ترامب إن كانت بالنسبة لتوزيع بطاقات الاقتراع على كل سكان هذه الولاية أود أن أختم من أريزونا تحديدا والتي معظم وسائل الإعلام حسمتها بالنسبة لجو بايدن حتى الساعة فرز 95% من هذه الولاية تقلص نسبيا الفارق مشاهدين بين المرشحين إلى 29 ألف صوت طبعا هو لصالح بايدن حتى الساعة يستبعد أن تحدث أو تحدث الأصوات المتبقية أي تغيير وتقلب الموازين في هذه الولاية ولكن جو بايدن يعتبر وقال في كلماته خلال الليلة الماضية بأنه سيكون أول من يمثل الديمقراطيين في هذه الولاية في أريزونا منذ 40 عاما يبقى أن ننتظر كيف ستتطور الأمور وخلال الساعات المقبلة إن كنا سنشهد إعلان رسمي في أي من الولايات المتبقية شكرا ميشيلا طبعا نتابع مع ضيوفنا الخبير في الشؤون الأمريكية ماريو أبو زيد أرحب بك من جديد وأيضا الباحث في العلاقات الدولية دكتور ميشيل أبو نجم أستاذ ماريو اليوم قرار المحكمة العليا بإعادة ربما فرز أو إعادة النظر بالأصوات التي وصلت متأخرة بعد إغفال صلاديق الاقتراع عبر البريد وهذا ما فرضته أيضا جائحة كورونا ربما لن ينعكس بشكل مباشر ولكن يبقي هذا الدور الأساسي للمحكمة العليا في الفصل في الانتخابات وتحديدا هذا الموقف الذي كان طالب به المرشح الجمهوري الرئيس ترامب نعم بالتأكيد ولكن حتى هذه اللحظة لم تقرر المحكمة العليا إذا كانت ما سوف تبت بهذا الموضوع أو لا أو إذا كانت سوف تثبت أحقية هذه البطاقات الاقتراع من عدمها ولكن الإجراء الذي اتخذته هو ما رأيناه في اليومين السابقين وهو مطالبة مراكز الفرز بفرز هذه البطاقات بشكل أحادي وذلك في حال عادت المحكمة العليا لتنظر بهذه القضايا وفرضت مثلا عدم الاعتداد بها يمكن فصلها بشكل مباشر من دون التأثير على أليات الفرز وبالتالي على طريقة العد التي تقوم بها مراكز الفرز بما يساهم بإعلان النتائج بشكل سريع ولكن بشكل عام يجب أن نقول بأن جميع الطعون الانتخابية التي كان قد تقدم بها الجمهوريون ويمكن أيضا للديمقراطيين أن يتقدموا بها أكان في محاكم الولايات أو على المستوى الفيدرالي عند المحكمة العليا يجب أن تستند إلى أدلة ومواد قانونية لا لبس فيها فلن تقوم أي محكمة أكانت محكمة على صعيد البلاية أو حتى المحكمة العليا بالرغم من وجود أكثرية محافظة داخل هذه المحكمة لن تقوم بالاعتداد بأي من القضايا أو قبولها في حال نقصان مواد قانونية أساسية وأدلة تثبت وتشرع الدخول بهكذا قضايا وبالتالي الدخول في نزاع قضائي لمدى أسابيع متبقية وبعدها إعلان النتائج وبالتالي الصدقية القانونية وديمقراطية المؤسسات هي عنوان أساسي اليوم يكون مرتكزا عليه هذه الانتخابات الرئاسية ونتائجها وفي النظام القضائي الأمريكي ومدى صدقية هذا النظام القضائي وبالتالي لقد رأينا بأن الجمهوريين حتى بعد سقور الجمهوريين كان هناك انقصام بينهم ما بين من يقول بيجب بأن تكون المؤسسات الدستورية الأمريكية والمحاكم القضائية الأمريكية لا شك عليها ولا غبار عليها ويجب المحافظة على هذا الإرث التاريخي للولايات المتحدة وما بين بعض القيادات التي اعتبرت بأنه يجب الاستناد إلى جميع الدلائل المتاحة من خلال مخالفات يمكن أن تكون قد حصلت خلال هذه العملية الانتخابية وبالتالي مجددا محاولة القتال حتى آخر لحظة من أجل وصول الرئيس دونالد ترامب إلى صدقية دكتور ميشيل سأخذ منك هذه القراءة لدور المحكمة العليا في الولايات المتحدة ولكن فرز الأصوات التي وصلت عبر البريد والتي أعطت هذا الثقل العددي والانتخابي لجو بايدن وللحزب الديمقراطي تحدثت الصحف الأمريكية عن فخ الديمقراطيين اليوم لفائد الثقة لدى ترامب وربما قد تكون هفوة أو خطأ ضمن حملة ترامب يعني عدم الذهاب لهذا الترويج للتصويت عبر البريد وكسب مزيد من الأصوات ربما ولو جاء الفرز متأخرا واستفاد منها بايدن بالوقاعة نعم بداية أريد أن أشدد على نقطة هي التالية لماذا اليوم الأصوات والعمليات الفرز ترجح كفة بايدن على ترامب لسبب بسيط أن عملية الفرز بداية عندما انتهت وغلقت صناديق ومكاتب الاختراع تبدأ بالذين انتخبوا جسميا ميدانيا أما عملية الفرز للذين انتخبوا عن طريق البريد فإنها تأتي في مرحلة لاحقة وبالطبع كما ذكرت يعني كان هناك تركيز من الحزب الديمقراطي ولأسباب ليست هي فخ بالمعنى المقصود به ولكنها لأسباب صحية بسبب وباء الكوفيد-19 شجع الديمقراطيون الذين راهنوا على تعبئة شعبية للجمهور الديمقراطي شجعوا الاقتراع عن طريق البريد هذا ما يفسر ما نحن نشاهده في الوقت الحاضر هذه نقطة أولى النقطة الثانية بالنسبة للدعاوة التي تقدم بها الجمهوريون هذه الدعاوة لتثب مباشرة إلى المحكمة العليا الفيدرالية وإنما هنا قرار حاكم كل ولاية والقضاء طبع إلى حاكم كل ولاية وهنا هذه النقطة عندما أوقفت المحكمة العليا عملية عادة الفرز في عام 2000 وتفوق أنا ذاك المرشح الجمهوري جورج بوش الأبن على الجور يتكرر هذا السيناريو اليوم ولو بهذا الفارق الشاسع وماذا عن التقادي بشأن إجراءات التصويت وفرز الأصوات في الولايات الحاسمة في حال لم يؤدي هذا التقارب أو الشاسع بين الأصوات لذهاب إلى هذا الاحتمال أيضا نعم هناك عدة ملاحظات الملاحظة الأولى علينا أن نذكر بما حصل عام 2000 بين الجورج بوش الأبن الذي حصل وقتها أن الفترة التي مفترض أن يتم فيها حسب الموضوع لم تكن كافية بكلام آخر هناك اجتماع رئيسي في الثامن من شهر ديسمبر يتعين استحقاق رئيسي في الثامن من شهر ديسمبر يتعين فيه على الولايات أن تعين من دو بيها وإذا تم تجاوز هذه الفترة وفي ذلك الحين كانت فقط ولايات فلوريدا دكتور ميشيل وبفارق 537 صوت اليوم عدد الولايات أكبر وفارق الأصوات أيضا أكبر نعم بداية بالنسبة لأريزونا انتهى الفرز بها هناك فارق بـ 29 ألف صوت بين بايدن وبين ترامب وبالتالي فإن الأصوات المندوبين 11 في أريزونا تذهب إلى بايدن الذي يوم في هذه الساعة بالذات يملك 264 صوتا نقطة أولى النقطة الثانية صحيح أن هناك خمس ولايات تسمى الولايات المتأرجحة وأن الحزب الجمهوري قدم دعاوة والفريق القانوني للرئيس ترامب قدم عشرات لبل أكثر من هذه الدعاوة ولكن ليست كل هذه الدعاوة يمكن قبولها أعتقد أن المشكلة الرئيسية التي يمكن أن يواجهها المرشح الديمقراطي هي في بنسلفانيا لماذا؟ لأن أحد القضاة وليس في المحكمة الفيدرالية أمر بفصل الأوراق الانتخابية الواردة عبر البريد لمبعد الثالث من نوفمبر ربما هذا يتجاوب جزئيا مع مطالب الرئيس ترامب ولكن هذا لا يعني أنه يمكن أن يقطع الطريق على فوز بايدن لماذا؟ لأن بايدن اليوم يحتاج فقط إلى ستة أصوات إضافية ليكون الرئيس الرابع ستة وأربعين بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية إذن اليوم الأمور معلقة بانتظار أن تنتهي الولايات المتأرجحة من فرز هذه الأصوات وهنا أريد أن أضيف أيضا أن المشكلة بالنسبة لهذه الولايات أن لكل ولاية قانونها الخاص مثلا في جورجيا سمعنا انتهى وقتنا انتهى وقتنا دكتور ميشيل ربما هي نقطة بالغة الأهمية لأن نسبة الفرق لا تصل إلى 0.5% أشكرك جزيلا شكر دكتور ميشيل أبو نجم الباحث في العلاقات الدولية كنت معنا مباشرة من العاصمة الفرنسية وأيضا الخبير والمتخصص في الشؤون الأمريكية ماريو أبو زيد كنت معنا من بيروت شكرا جزيلا لكم